اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة حرصة مملكة البحرين على مؤصلة استقطاب كبرى الفعاليات الدولية المرموقة بما سيكون له أكبر الأثر على تنشيط الحركة السياحية ودعم سياحة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وأحد روافد التنمية الاقتصادية جاء ذلك لدى على هامش لقاء سعادة وزيرة السياحة بحضور سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيسة تنفيذي لهئة البحرين للسياحة والمعارض مع وفد مع شركة كالاريون إيفنس الرائدة على مستوى العالم في تنظيم كبرى الفعاليات من معارض ومؤتمرات متخصصة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والذي يزور مملكة البحرين حاليا لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة 1-2024 استعرضت وزيرة السياحة مع الشركة سبلة عزيز أوجه التعاون في مجال إقامة عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية البارزة في مركز البحرين العالمي للمعارض وإيجاد موطئ قدم جديد لها في السوق البحريني في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من جانبه ثمن السيد لاند بيت المدير الإداري لشركة كلانون إبنس ما تبدل مملكة البحرين من جهود تطويرية حثيثة تجعلها وجهة سياحية مثالية مع ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية جاذبة معربا عن رغبة الشركة في تنظيم عدد من الفعاليات البارزة على مستوى المنطقة وبخاصة في مركز البحرين العالمي للمعارض اشتركوا في القناة